هتفضل فكرة أخبار العنف والقتل والاغتيالات هي أخبار غير مقبولة لأي شخص يعني بتمتع بقدر طبيعي من الإنسانية أياً كانت المبررات يعني لو فاكرين حضراتكم أنه في وقت قريب الشاب اللي قتل زملته في الجامعة وتكررت الحثة وظهرت المبررات والأسانيد اللي بتقوله وأسبابه ومبرراته في حدثة حصلت به النهاردة أو مارح أعتقد سببت بقى حالة جديدة من الجدل لأنها في منطقة أخطر وأكثر حساسية وأكثر صعوبة في أنك تتناقش المبررات ولا تناقش العنف نفسه اللي حصل تقول الراجل ده عمل إيه والكتب إيه وإحنا اختلفنا معاه إيه ولا تناقش القتل كفكرة كحرام كدم صعب صعب فالقاية تلاقي أن الخلاف بقى نفسه ظهر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان خبر تعرض الكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي للطعن خلال مشاركته في فعالية ثقافية بمدينة نيويورك الأمريكية الخبر ببساطة أنه في أثناء الفعالية هاجمه رجل بيحمل سكين وانهال عليه بعدد من اللاكمات والطعنات وسقط على إثرها هذا الكاتب الشهير أرضاً وتوفي في الحال كانت الحثة حصلت قبل إلقاء خطاب في مدينة تشوتاكو الواقعة على الحدود بين أمريكا وكندا في ولاية نيويورك شرطة الأمريكية قالت في تقريرها أنه الكاتب تعرض للطعنى ونقل إلى المستشفى بطائرة بينما تم توقيف الرجل الذي هاجمه مباشرة خبر ينفع تقرأه في ثلاث سطور وتقول ده واحد من ضمن أخبار كتير تحصل في اليوم وأحداث كتير عن العنف لكنه يطلع لك عنوين جنبية كتيرة جداً جداً عنوين تخص فكرة استخدام السلاح عموماً استخدام السلاح في الولايات المتحدة ده خبر دايماً عليه جدل لكن ده سلاح أبيض واضح جداً لأنه تعانات فالسلاح الأبيض واستخدامه وإتاعته وجوده مع الناس لأنه طريقة يعني ما تقدرش تقوله أنه ممكن ما يحصلش هتفضل تثير قدامك بقى مناقشات كتير وناس كتير هتستهلك من وقتها وأعصابها يقولك أصله كتب أصله عمل وتناقش الفتاوى اللي ما زالت بتؤثر في أجيال جديدة من المتطرفين يعني بتهدر دم المختلف معانا مهما كانت قصوة الاختلاف بس الفكرة أن كل الدم حرام كل القتل حرام وفكرة بقى أنه ناس هتناقش الراجل نفسه ويستهل يموت ولا لأ دي بقى الحاجات اللي ممكن تحيارك لكن الأسلم في هذه المواقف أنك تثبت على موقفك وأنك تسمي الأشياء بأسماءها الحقيقي وأنك تعرف أنه الفكرة مهما كانت يعني تبدو متطرفة سيئة غير مقبولة بالنسبالك فكرة تناقش بالفكرة والرأي يناقش بالرأي ولن يضير أبدا العقائد والأديان والقناعات رأي مخالف طول الوقت وعلى طول الخط وفي كل الأمور على كل حال الحادث يعني أصداؤه وصلت مصر والحوارات في الأجواء الثقافية كتير جدا على الموضوع ده من الصبح أنا شخصيا تبعت لكن يبقى الواحد عشان يحافظ على سلامة إنسانيته يفهم أنه في موجات التطرف موجودة موجات العنف المبني على آراء أو فتاوى لسه موجودة وبالتالي إحنا بنعمل إيه أصدى